السلام عليكم محضرتكم السيدة إيسر محمد نجيم من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنعرض لحضراتكم إزاي تقدر تصمم مجموعة من الأشكال الهندسية باستخدام الكمبيوتر عندي في موضوع البيئة على سبيل المثال بيطلب مني أني أوظف أشكال هندسية مختلفة في صناعة السيراميك وحساب محيطه مساحة كل شكل بأبعاد مناسبة هنا بيطلب منك أنك تبدأ في تصمم مجموعة من الأشكال تخيل بأنه عندك قطعة سيراميك مربعة ويرسم فيها الرسمة اللي أنت عايزها بعد كده الرسمة دي تستخدم فيها أشكال هندسية يعني ما يترسمش مثلا جواها عصافير أو طيور أو كلام من ده لا استخدم أشكال هندسية وبعد كده تبدأ أنك تحسب المحيط والمساحة لكل شكل من الأشكال اللي أنت استخدمتها على سبيل المثال اقترحنا لحضراتكم مجموعة من الأشكال اللي أنت ممكن تبدأ فيها بتوجيه إبداعاتك ما تخدش شكل منهم جاهز ولكن ابدأ بأنك تاخد فكرة الشكل ده وتبدأ أنك تشوف العملية سهلة إزاي وتبدأ أنت تقترح إيه الشكل اللي أنت عايز تحطه على سبيل المثال هنا عندي إحنا أخذنا فكرة مربع وأدرجنا داخله مجموعة من المربعات فديني شكل من أشكال قطع السيراميك تقدر بأنك تلون أي لون من دول على سبيل المثال هنا وليكم هنصممناها إزاي هضغط على انسيرت وبعدين الشيبس وأضغط هنا من خلال وهضغط هنا من خلال الشيبس على الشكل وأضغط معه الشيفت على طيب أنا دلوقتي عايز أحسب الأبعاد بتاعة الشكل ده مثلا استخدم المصطرة أن أنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال هبدأ أني أحط ديت على الواحد علشان يريحني فيه حساب الأبعاد بتاعته طيب أنا دلوقتي عشرة وأكسر طيب تقدر بأنك تضغط على الشيفت وتصغر شوية فبقى عندك هنا طول الضلع بتاعة المربع ده عشرة بالزبط وبالتالي ساعة ما تيجي تعمل عمليات الحسابية هتلاقي بأن حساب العمليات الحسابية بتاعتك ببسيط لأنك اخترت رقم بسيط أنا هنا مثلا هختار إن الشكل ده يكون فاضي بعد كده هضغط على كنترول وهنسخ الشكل وهبدأ إني أصغاره برضو باستخدام الشيفت فأصبح عندي مربع تاني موجود جواه هقدر إن أضغط على كنترول وأسحب فهنسخ الشكل وبعد كده هضغط على الشيفت برضو وأنا بصغر علشان أحافظ على شكل المربع هقدر إن أضغط برضو كنترول وأنا بسحب الشكل وبعد كده أضغط شيفت علشان أحدد الشكل تقدر بقى أنك تعمل الحاجات اللي أنت عايزها في الشكل ده يبقى أنا دلوقتي مثلا استخدمت مجموعة من المربعات يبقى أنا عندي دلوقتي مربع اتنين تلاتة أربعة أبدأ أني أشرح كل واحد فيهم إيه محيطه إيه مساحته وأبدأ أحسبها وفقا للقواعد اللي إحنا درسناها في الماس أو في الرياضيات تقدر بقى أنك لو أنت عايز تدور أي شكل فيهم فتبدأ أنك تعمل أي شكل مختلف يبقى عندك ساعتها مسلسات يبقى عندك أي فكرة حاول بقى أنك تختار تصميم بسيط قدر المستطاع علشان تسهل على نفسك العمليات الحسابية ما بين حساب المحيط وحساب المساحة على سبيل المثال اخترحنا مجموعة من الأشكال إحنا هنا أنشأنا مربع وبعد كده إدرجنا خط طويل وأثناء إدرج الخط ده إحنا ضغطنا على علشان نحافظ على استقامة الخط ده وميبقاش في أي ميل أو نعي وجاج وبدأنا بقى لنا ننسخ الخط ده على مسافات متباعدة نقصره أو نطوله فبقى عندي مجموعة من الأشكال اللي وفرت لي الشكل النهائي ده تقدر بعد كده بقى أنك تنقونه وتصمم الشكل زي ما أنت عايز الشكل الثالث عبارة عن مربع إحنا صممناه وجوه مربع تاني على سبيل المثال لو أنتوا لاحظتوا ده بيتكون من إيه هتلاقوا بقى أن ده بيتكون من مربع إحنا دورناه وحطناه جوه المربع الكبير فالنتج عني مربع أساسي ومربع الفرعي ومجموعة من المثالثات ابدأ احسب المحيط والمساحة لكل واحد وفقا للأضلع المذكورة فيه ده شكل تاني استخدمنا فيه مجموعة من المثالثات زائد المربع ابدأ أنك تحسب المحيط والمساحة الخاصة بكل واحد ده شكل تالت بدأنا بأن يبقى عندنا أشكال أكتر عندي مربع عندي مربع كبير عندي متوازي أضلع ومتكرر في أربعة منه تقدر تحسب كل واحد فيهم مساحته ومحيطه قد إيه هنا على سبيل المثال زودنا فيها بأنه ممكن يكون عندي هنا مسلسات فهنزود على الشكل السابق مجموعة المثالثات في الشكل ده مثلا احنا زودنا دايرة بس لما نحسب المساحة أو المحيط هتلاقي عندك بأن الزاوية الغير مستقيمة في ما بين الدايرة والمثالث لاحظ في الشكل ده بأنه لما احنا حطينا دايرة نتج عندي شكل في النص هو شبيه بالمثالث ولكنه ما هواش مسلس الشكل ده هيبدأ أنه يعمل لك مشكلة في عملية حسابه فحاول بأنك أثناء اختيارك للشكل المناسب اللي انت عايز تصممه أنك تبعد عن الأشكال الهندسية الأشكال الهندسية اللي هي ممكن أنها تسبب لك أي مشاكل أو تصعب عليك عمليات المسائل الحسابية بعد كده في حساب المحيط أو المساحة كل الأشكال اللي احنا طرحناها على حضراتكم ديت هي أشكال استرشادية ما تاخدهاش وتنقلها في بحثك لا خدها تعرف على فكرتها وبعد كده ابدأ بابداع فكرتك الخاصة عايز ترسم الشكل الهندسي ده بالكمبيوتر انت شوفت الدرقة دي بترسمه ازاي لو انت عايز ترسم الشكل الهندسي ده باستخدام ورقة وقلم فديت حريتك الشخصية ولكن اختار دايما شكل انت تبدع فيه وانت تتميز به وكلنا ثقة في قدراتكم على الاختيار وعلى الابداع شكرا لحضراتكم ونتمنى الجميع ابناءنا كل التوفيق شكرا لحضراتكم عن المتجيش الم sichكر بأزكال الت hackers شكرا لكم المشكل من الفترواس أوعالى المتجمج السراع